رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسمايات التهني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه اللورعة بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والمجالس البلدية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح بهذه المناسبة لقد حققت ديمقراطية في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاتها العريقة بتحقيق الانتخابات في نسبة عالية بلغت 73% وهو الأمر الذي يعزز قوة سيرة البحرين الديمقراطية ونزهة وشفافية الانتخابات في المملكة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نشيد بالجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته إلى كافة الجهات الحكومية بالعمل بروح فريق البحرين من أجل توفير أعلى مستويات التنظيم والدقة والسلاسة في إجراء العملية الانتخابية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المتتبع لمسيرة الاقتراع يدرك تماما نزاهة الانتخابات وشفافيتها وحسن التنظيم والذي أفرح قلوبنا جميعا هي المشاركة الكبيرة والفاعلة من قبل أبناء شعب البحرين الوفي من مختلف الأضياف والأعمار وما يجسد ما يتميز به أبناء البحرين من حس وطني راق ومسؤولية عظيمة وولاء لقيادته ووطنه وحرصه على الدفع قدما بالمسيرة الوطنية في المملكة بما يحقق التطلعات في رؤية مملكة البحرين تزداد ازدهارا ورفعة في مختلف المجالات واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن البحرين شهدت عرسا ديمقراطيا كبيرا والمملكة مقبلة على أيام من الازدهار والتقدم والنماء ومسيرة تنموية شاملة في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمستقبل البحرين الواعد المزدهر